إلى الصويرة المحطة الطرقية مقتدة مسافرون يجرون أمثعتهم ناقلات متعددة الأشكال والألوان صعد السائق أدار المحرك فتراجعت الناقلة إلى الوراء وكان المساعد يوجه السائق ويراقب تذاكر الركاب خرجت الناقلة متجهة نحو الصويرة فخيم الصمت داخلها واستسلم بعض الركاب لنوم عميق بعد مدة توقفت الناقلة أمام مجموعة من الحوانيت بعد أن أحلم السائق الركاب باستراحة هرول بعضهم نحو المقاهي المجاورة ضغط السائق على المنبه ليلتحق الركاب بالناقلة وبعد أن قطعت عددا من المنعرجات وسلكت كثيرا من المنحدرات فجأة ظهرت عند أحد المنعطفات العالية مدينة الصويرة كلؤلؤة ناصعة البيض وسط بحر هادئ شاسع الأطراف خفق قلب أحمد عند رؤية هذا المنظر الأخاذ ظهرته هذه اللوحة الخلابة وعند مدخل المدينة نصبت لوحة كتب عليها بكل اللغات الصويرة ترحب بكم وقف أحمد مجدوها أمام جمال وعظمة صور المدينة الذي ما زال يحتفظ برونقه وصلابته يحكي عن أمجادها وعصرها الدهبي في محطة باب دكوالا نزل أحمد وسأل أحد الأشخاص هل تعرف فندقا هادئا بثمن مناسب؟ أجابه مرحبا بك في مدينتنا سأخذك إلى فندق ممتاز على واجهة البحر ينزل فيه السياح من داخل المغرب وخارجه مشى أحمد خلف المرشد سلك به دروبا ضيقة ملتوية وبعد مدة توقف أمام الفندق لاحظ أحمد أن الغرفة التي اكترها تطل إحدى نوافدها على البحر والصقالة وتطل الأخرى على المرصى وجزء من أزقة المدينة قال المرشد وهو يودع أحمد طاب مقامك واعلم أن السياحة مفيدة لأنها تنير العقل وبها تزداد المعارف ترجمة نانسي قنقر